ضيفنا هنا في الأستوديو دكتور أيمان الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس دكتور أهلا بك معنا في الأستوديوهات الغد وفي هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ربما نبدأ من هذه المشاهد التي تبعناها منذ قليل ومن المعلومات التي نقلها إلينا مرسلنا في طول كرم واقتحام قوات الاحتلال للمدينة هناك شهدان خلال اقتحام قوات الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء إلى 189 شهيدا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بداية تعليق على هذا التصعيد الإسرائيلي بشكل يومي يعني نتابع أن هناك اقتحامات لعدة مناطق وفعليا منذ بدء كل هذه الاقتحامات مع بدء العدوان ما الذي حققت قوات الاحتلال بالتحديد في الضفة الغربية بداية تحية لك ولكل السيدات والسادة المشاهدين المتابعين الكرام يعني الضفة الغربية مستهدفة قبل أحداث حرب غزة 7 أكتوبر وكان هناك يوميا اقتحامات خاصة في جنين طول كرم نابلس والاحتلال يرى أنه الخطر كان المحدق هو في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة كان هو يؤمن جانب قطاع غزة وكان يوميا هناك اقتحامات جنين كانت ساحة توغى بشكل كامل خلال شهور قبل أحداث يعني يمكن أكتر عام كان عنيفا هو عام 2023 في الضفة الغربية كان حتى قبل أحداث غزة هناك كان العدد الشهداء كان يقترب من 300 شهيد في الضفة الغربية فقط في خلال 9 شهور وبالتالي احتلال كان يضع الضفة الغربية هي في خط المواجهة الأول ويقتحم مناطقها تحت السيادة الأمنية الفلسطينية وهذا الأمر كان بشكل كامل يحدث بشكل يومي بين اعتقالات واغتيالات وقبل أحداث غزة استخدم المسيرات وعداء اقتلالات بالطائرات الأباتش اللي كانت أصلا توقفت منذ عام الصور الواقع واحد اللي حدث عام 2002 وبالتالي لم تكن الضفة الغربية بشكل أساسي ساحة مواجهة بالطائرات إلا في هذا العام اليوم الاحتلال يوم 7 أكتوبر حدثت ما حدث ونشر دباباته مباشرة عندما استدعى قوات الاحتياط ورفع طبعا حالة الاستنفار إلى درجة 8 نشر دباباته مباشرة في الضفة الغربية كما أرسل الجزء الأكبر إلى غزة وبالتالي هو كان يستعد للضفة الغربية أنه ممكن تتحرك وبالتالي أراد أن يحبط الضفة الغربية بشكل أساسي اليوم ما حدث في طول كرم كانت هناك قوات إسرائيلية تذهب إلى هادم منازل ثم حدث الاشتباك مع مقاتلين من الفصائل حتى ارتقى اليوم شاهدين وأعتقد في عدة اصابات وبالتالي هذا الاحتلال لم يتوقف أمس كان في جنين وقبله في نابرس وبالتالي أنا أعتقد أنه هو يدرك أنه ممكن عملية اللي نشرتها بيت إيلة اللي نشرتها المقاومة أيضا أزعجت الاحتلال بشكل كبير جدا أنه كان يحدث عملية تعمية بشكل كامل على المقاومة في الضفة الغربية ولكن العملية عندما نشرت كيف حدث الكمين كيف تم تفجير العبوات عن بعد وعملية التضليل التي حدثت في موضوع حرق السيارة كانت كل ذلك يعطي دلال أن المقاومة تتطور في الضفة الغربية الاحتلال معني أن يقهر المقاومة في الضفة الغربية لخطورتها بالنسبة له يعني أنت بتحدث عن خريطة الضفة الغربية عمليا الالتساق بالمدن الإسرائيلي وبالمستطنة بشكل أكبر من غزة أضف إلى ذلك أنه مساحات كبيرة جدا وأنت من على سبيل المثال من جبال الضفة الغربية طبيعة الضفة الغربية جبلية غير غطاء غزة الساحلية وبالتالي حتى لو تطور العملية المقاومة حتى في السواريخ لو وصلت لتطوير عملية السواريخ فمن السهل أنك تضرب يعني مطار بن جورين يكون بعيد عنك 20-30 كيلو وبالتالي من السهل أنك تشل حركة عمق دولة الاحتلال بشكل كبير جدا لذلكم يريدوا أن قادروا المستطاع أن يقهروا المقاومة في الضفة الغربية ولكن حتى الآن بالرغم من كل هذه القوات وكل هذه التعزيزات الكبيرة بشكل يومي في مدن الضفة الغربية لم يستطع الاحتلال أي يضعف المقاومة داخل هذه المدن أو يمنعها من الاشتباك معه ونلاحظ أنه دائما هناك اشتباك وتفجير عبوات ناسفة في آلية الاحتلال واجرافة كما تبعنا منذ قليل يعني لم يستطع الاحتلال تحقيق أي من أهدافه يعني القاومة في الضفة الغربية خحمد محاصرة أولا من السلطة اللي هي لها طبعا رؤيتها في هذا الأمر وأنه هي لا تريد أن تدهور الأمور في الضفة الغربية لتصل إلى فقدان السيطرة عليها وأيضا من الاحتلال إسرائيلي الاحتلال إسرائيلي يزرع ألاف الكاميرات في الضفة الغربية وهذه الألاف الكاميرات لذلك العملية الفردية النوعية توقفت بشكل كبير جدا يعني احنا توقعنا في خلال فترة وأنا لا ألوم بصراحة لا وأنا أدرك الواقع الأمني في الضفة الغربية توقعنا خلال الثمانية وثلاثين أو تسعة وثلاثين يوم اللي فيها حرب على غزة أن يكون هناك تنفيذ عمليات نوعية فردية بالسابق كان يتمكن المقاتلين الوصول إلى تلبيب اليوم لم يتمكن نتيجة طبعا زرع ألاف الكاميرات وهذه الكاميرات تغزى أو وضعت بالزكاء الصناعي بما يطلق عليه طبعا تقنية الدئب الأحمر اللي بتشخص الوجهه وبعد ذلك تعطي إشارات أنه أحمد انتقل من مكان هو من سكان رمالة وصل إلى نابلس وطبعا ذلك طبعا له تأثيرات أنه وصل إلى تلبيب وبالتالي تكون عملية المراقبة سهلة كيف تتم التقنية هذا أنه كل من يولد في الأراضي الفلسطينية يأخذ رقم قاوم من دولة الاحتلال وعندما يصبح عمره 17 عاما يطلب منه إصدار بطاقة الهوية وبطاقة الهوية ترسل بصورة إلى طبعا الاحتلال يصبح كل معلوماته الشخصية حتى لو كبر بعدها 4-5 سنين تصبح عملية الوصول إليه سهل في تحليل الشخصية وهذا يغذى بشكل يومي إلى الكمبيوتر المركزي في مدينة القدس هذه المعلومات توضع بالذكاء الصناعي للكاميرات التي تعمل بالتقنية كما أشرنا أو ذكاء الصناعي أطلق عليها الذائب الأحمر والتالي تشخيص سهل لذلك تم وهذا طبق قبل 3-4 شهور رأينا صعوبة وصول أي مقاتل من أفضل الغرب من تجاه التقنية إلى عمق المدل الإسرائيلي وأضف إلى ذلك أنه سهل مطاردتهم يعني ذلك عملية الاغتيال ويمكن المقاومة يجب أن تتعلم درس عملية الاغتيال أن لا يتحرك جماعات أنه الاغتيالات التي صارت في جنين ثلاثة في عربية واحدة تدرك أنه الاحتلال يراقبك الاحتلال الآن من تجربة غزة كمان هو يريد أن يعيد الاعتبار لذاته فشدد من مراقبتك في الضفة الغربية وقال لي أنا لا ألوم على المقاومة لأنه أعتقد تعمل قدر المستطاع في الضفة الغربية الاحتلال يدرك أنه حتى في اللحظة لم يقر المقاومة في الضفة الغربية رغم كل إجراءاته والإجراءات متعددة الاتجاهات ولا زالت المقاومة تتحرك في الضفة الغربية كما رأينا خلال أيام الماضي بالتزامن مع كل هذه التطورات في الضفة التصعيد الإسرائيلي متواصل في غزة غارات قصف بدفعي اشتباكات مع المقاومة استهداف المدنيين محاصرة المستشفيات ومازال طبعا كل هذه التطورات تتزامن مع حديث يتكرر في هذه الأيام عن تسريع في الجهود والوسطات التي تبذل من عدد أطراف مصرية قطرية وغيرها لمحاولة التوصل إلى هدنة على الأقل وليس وقف إطلاق نار بشكل كامل وبالتالي هل هذا الحديث وتكراره هل هو إشارة إلى أن الاحتلال فعلا بات يدرك أن أيام الضوء الأخضر المعطى للاحتلال باتت معدودة؟ يعني سأخذ في هذا الاعتبار أحمد متغيرين اليوم نتنياهو في حدود قطاع غزة مع جنوده قال نحن يجب أن نسرع في السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل لأنه إلا من نسرع أو أوقفنا هذه الحرب فإن هذا سيدفع باتجاه أن تعود حركة حماس إلى تعزيز قوة مرة أخرى وهذا لهدلات تصريح اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي أولي كوهن بأن الضوء الأخضر ينفذ حدد مدة حدد مدة تتحدث عن أسبوعين أسبوعين إلى ثلاثة سابيع وهذا اللي اتحدث معنا أنا في أحد الحلقات أكثر مرة فيه هنا على فلسوديهاتكو أن الضوء الأخضر أتوقع منه 2 ديسمبر لماذا 2 ديسمبر قلت لأن الطائرات المدنية أوقفت حتى 2 ديسمبر من كل الخطوط الأوروبية من ضمنها بالولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك ضوء أخضر من أحد وبالتالي هناك سبب لتحديد هذا الموعد طبعا بالضبط هو اللي اليوم تحدث عنه أولي كوهن وبالتالي نربط الأحداث بشكل كامل أولي كوهن الآن يتحدث أن الضوء الأخضر نفذ الآن دخلنا في المرحلة البرتقالية أو الضوء البرتقالي وبعده الضوء الأحمر لو تحدثت أسبوعي لضوء البرتقالي إذن تحدث اليوم حتى يعني أواخر نوفمبر ثم سيكون أضوء الأحمر اللي هو آخر أسبوع قبل 2 ديسمبر هل هذا الفترة سيصبح هناك الضغط الأمريكي إجبار على الاحتلال خاصة من تحدث خسارات اقتصادية كبيرة نهارات اقتصادية كبيرة ملف المختطفين يؤثر بشكل كبير جدا على نتنياه اللي يتحرك الآن بشكل كبير جدا أهالي المختطفين أو الأسرد المقاومة يتحركون بعض الحديث اليوم أبو عبيد يتحدث عن نطق باسم القسام يتحدث عن إحدى القاتلات نتيجة قصف الاحتلال طبعا المتواصل ضد المبنو وحتى الاحتلال اليوم يتحدث وهي مبررات غريبة أنه في اقتحامه للمستشفى الرنتيسي وجد طبعا نفق والنفق وجد به مطبخ صغير وبقايا كان هناك أسرى يعني مبررات حتى دل أحضر لم نرى حقيقة هذا حقيق حصل في الرنتيسي لا دليل بالضبط حتى الصور التي نشرها غير واضحة قد تكون في أي مكان ولكن هذه مبررات لهجوب المستشفى أنا أعتقد أنه الوقت ينفذ لليتانياهو ينفذ إلى حكومته وضوء الأخضر الذي منح سيوصل إلى 2 ديسمبر وستكون لديه أزمة اليوم يتحدث عن منظمة العفو الدولية بتدين تخرج بتقرير كبير جدا تدين عملية القتل الوحشية التي يمارس الاحتلال ضد شعبنا الفلسطين الاتحاد الأنوروبي يقول يجب بإجماع في بروكسل اليوم يجب أن تقف هذه الحرب التي تقتل المدنيين وما يمارسوا الاحتلال لم يعد يجد فيها ولكن عفوا على المقاطعة مقابل كل هذه الإدانات وكل هذه الضغوط يبدو الاحتلال من خلال مسار الحرب وتصعيده اليومي يبدو أنه لا يكترث لكل هذه الأصوات ولكل هذه المنشدات والضغوط التي تمارس عليه والجهود التي تبذل والوسطات بالضبط عندما نربط ذلك بمكالمة بايدن قبل ثلاثة أيام أو أربع أيام مع نتنياهو بطلبته بهدنة ثلاثة أيام وكلال هذه الهدنة يتم طبعا أوضح له في مكالمته سيتم إحصاء حصر الأسرة لدى المقاومة أو الرهائل لدى المقاومة وسيفرز من منهم عسكر ومن منهم مدني ثم ستتم صفقة تبذل الأسرة ولكن نعطي المقاومة ثلاثة أيام لتتمكن من جمع الأسرة أنه جزء عند كتاب القسام جزء عند سراية القدس تابع الأجهد الإسلامي جزء عند الجبهة الشعبية جزء ستجد أن كتاب شرطة الأقصى تابع لحركة فتح وجزء عند المواطنين تركوا لهم مجال يجمعه ولا في مكان واحد ثم يتم لاحقا الحديث عن الصفقة ولكن واضح أنه رفض حتى الوساطة الأمريكية هنا أنا أعتقد البيت الأبد سيكون على المحاك بعد 2 ديسمبر إن كان هذا هو الموعد المتوقع كسب ما نحلل ونربط ذلك بما تحدث عنه كما أشرنا إليك هنا ستكون هل بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط الاحتلال لوقف هذه الحرب أو الوصول إلى هدنة كما حدث في حرب عام 2014 اللي استمرت 51 يوم ولكن كان به هدنة لمدة التسبوعين أم سيستمر عملية القتل اليوم بنشوف إحنا في غزة الاحتلال يحاصل قضى المستطاع شمال غزة ومدينة غزة يستعرض انتصاراته بالصورة الجمعية اللي نشرها في المجلس التشريع اليوم ورأينا كيف يحاول على بحر بخيم الشاطئ أن ينشر صور لجنودهم يرفعون الأعلام وأنهم ويلعبون ويمرحون وكأنه بالفعل هذا الأمر يحدد في مخيم الشاطئ هو يدعي أنها إنجازات بالضبط ولكن في المقابل الهدف الكبير الذي أعلنه الاحتلال منذ بداية هذا العدوان وحتى الآن لم يتحقق لم يتحقق وانا لا أعتقد سأقضع على حركة حماس كما ينوي بالضبط الهدف الذي رفعه نتنياهو ورّط نفسه به أنه سأقضع على حركة حماس وأقضع على مقاومة سأرتاح من صداع هل ورّط الجانب الأمريكي معه الجانب الأمريكي والبريطاني هم جاءوا لينفذوا ما يريدون نتنياهو لذلك أعتقد أنه أعطوه صقف زمني هل ينجز ذلك لذلك سمطوا على بشاعة ما يمارسه نتنياهو وعندما تقصف شارع الترانس في جباليا بالقنبلة يتحدث عنها الأمريكان ثاني أقوى قنبلة في الترسانة الإسرائيلية وصمتوا على ذلك يستخدم الفصفور الأبيض ويصمت على ذلك حتى الآن يعني أنا شهدت مقابلة للسفير الأمريكي في اليوم للسفير الأمريكي في مصر بنفس الوقت يتحدث يتحدث الآن عن الرواية الرواية الإسرائيلية بأنه حدث قتل أطفال واتصاب نساء وحرق وكأنه حتى الآن مغيب عن نفس المصطلحات التي تستخدم نفس المصطلحات بالضبط يعني أنت لم تتغير بعد تسعة وثلاثين يوم مما ترى من مدابع لم تتغير بعد أن اكتشفت كذبة الكذبة الإسرائيلية لم تتغير بعد أن رأيت الفيلم الذي أعده الشيمبيت والمساد بأنه غير حقيقي وأنه ممجملة تركيبات وغير صحيحة ورغم كل ذلك يأتي السفير اليوم ويتحدث بنفس الوصف أنا التقيت في خلال اللقاءات يكون طرف آخر إما أمريكا أو إسرائيلي أجد أن المحاور الأمريكي أكثر تبني للرواية الإسرائيل أكثر من المحاور الإسرائيلي وهذا الشيء غريب أن الأمريكان يتشربون بشكل كامل الرواية ويدافعون عنها حتى الآن ولكن الجانب الإسرائيلي ألم يحرج الولايات المتحدة الأمريكية مع كل هذا الوقت الذي أخذه ربما لتحقيق هدفه ولكن حتى الآن لم يتمكن الاحتلال من تحقيق أي إنجاز عسكري فعلي على الأرض وبالتالي ربما هنا أحرج الأمريكيين لأنهم أعطوه الضوء الأخضر وكل هذا الدعم اللي محدود السياسي والعسكري وحتى الغربي أيضا يمكن أنا أنا برأ أن الأمريكان صامتين بين الفيناء والأخرى الإسرائيلي يقول لكم أنتم أخذتم بعد أحداث أحداث سبتمبر فعلتم أكثر مما نفعل نحن في العراق وفي أفغانستان وبالتالي تركتم العنال لقواتكم لتفعل ما يتشون وحميتم أنفسكم من ذلك من أنه منعتوا الجنائية الدولية أن تلاحق جنودكم وبالتالي حميتمهم وبالتالي نحن بنفس السياق وإن كانت تصنف إسرائيل بأنها ربيبة أمريكا في المنطقة وأنها تعتبر إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها بالنسبة لهم لا يقلوا أهمية عن جنود دولة أو الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يحموا بشكل كامل بهذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر